وبأولى فقراتنا حروح للمساحة الطبية هذه دائما نسمع بمصطلح المياه البيضة بالعين ولكن طبيا أكيد إلى تعريف خاص فيها اليوم هذه الحالة المرضية التي تصيب العين لا يلا علاقة بالأعمار ممكن تكون خلقية ممكن تكون نتيجة التقدم بالعمر وللأسف تسبب أذى جدا خطير بعدسة العين أكيد دا يا رشغة هي من الأمراض الشائعة اليوم بشكل كبير ولأن العين هي من الأعضاء الحساسة أكيد هي بحاجة لعناية واهتمام كتير كبيرة هذه المشكلة ممكن نشوفها فعلا عند كبار السن أو ممكن نشوفها بأعمار صغيرة نتيجة أسباب متعددة لأن صحتكم بتهمنا اليوم رح نعطي نصائح كتير مهمة نصائح طبية وكمان نفرق بين المي البيضة والزرق يلي ممكن تصيب العين مشاكل كتير رح نوضحها وصار معنا ضمن الأستوديو الدكتور أيهم أنويلاتي استشاري بأمراض العين وجي لحدها صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح الخير حكيم أهلا وسهلا بحضرتك اليوم نحكي عن حالة شائعة بين الناس ولكن ما كتير عن نهاية الثقافة بالتفريق بين الزرق والبيضة والأسباب بداية خلينا نعرف شو هي المياه البيضة بقلب العين الحقيقة المياه البيضة هي عبارة عن عتامة بالعدسة الطبيعية الموجودة داخل العين نعم نحن عنا بالعضو البصري العين في عنا عدسة شفافة هي مسؤولة عن رؤية الأرسام القريبة والحقيقة هي مسؤولة عن تمرير الضوء إلى الشبكية فوقت بيصير فيها أي شكل من أشكال العتامات هذا رحنا بنقول له ما يسمى بالمياه البيضة أو الساد أو الكتيراكت نعم تمام دكتور خلينا طيب نحكي بشكل مفصل اليوم نحن شو بنقصد بالمياه البيضة وشو أسباب حدوث هاي المشكلة عند الأشخاص بالعين تطور المياه البيضة له أسباب عديدة ممكن يكون مثل ما أنتم ما ذكرتم بالمؤدمة أنه ممكن تكون خلقية فرحنا بنقول له هذا الساد الولادي أو ممكن يكون ساد مكتسب أشهر أنواع الساد المكتسب هو اللي بيكون نتيجة التقدم بالعمر تمام كيف بتتطور هي عبارة عن تبدلات فيزيولوجية بالعدسة فالعدسة بتفقد شفافيتها وبتصير فيها طبقة عتامة بتمنع مرور الضوء إلى الشبكية وبتمنع الرؤية الواضحة طيب دكتور قبل ما نروح لنحكي عن الأعراض اللي بترافق المريض ذكرت حضرتك أنه ممكن تكون خلقية هذا يعني أنه فيه بالعائلة حدا عنده نفس الحالة أو ممكن ما يكون إلى علاقة بالوراثات الجينات يعني حلو هلأ أنت حكيتي تقريبا قريب ربع الأسباب بالنسبة للأسباب الخلقية هي ممكن تكون مثلا نتيجة تعرض الأم خلال فترة الحمل لأمراض فيروسية أو خمجية مثل التوكسوبلازموز أو الروبيلا يلي بقيلها للحصبة الوردية شو يعني هاي؟ هي عبارة عن أمراض فيروسية ممكن تصيب المرأة خلال فترة الحمل نعم فممكن فتظهر عند الطفل بشكل من الأشكال الساد الولادي ممكن يكون نتيجة اضطرابات استقلابية للشحوم أو اضطرابات استقلابية للحبوض الأمينية فممكن تتظهر بالساد الولادي ممكن تكون اضطرابات جينية عن طريق الكروموزومات فتظهر بالساد الولادي طيب في حال اليوم المريض هو أهمل الحالة أهمل الأعراض اللي ممكن تظهر وملاجأ للعلاج مباشرة دكتور شوي كيف ممكن يتطور اليوم المشكلة؟ كيف ممكن يصير فيه مضاعفات سلبية نتيجة المياه؟ إذا كان الموضوع ساد الولادي فالساد الولادي بيكون سابط طول فترة العمر ولكن نحن نعطي أهمية لشدة الساد موقعه بالعدسة ففي تقييم للساد الولادي مختلف تماما عن التقييم للساد التي تشتقده بالعمر أما بالنسبة للساد اللي بيجي الشيخوخي فهذا بيتطور مع العمر وبيعمل عند المريض نقص بالقدرة البصرية تدريجية فبيجي لعنى المريض على العيادة العينية وعميشكي من نقص حدة البصر فبإن أنا يا دكتور عم معاني من غباش بالرؤية فهون نحن بحاجة للتقييم أكتر لنشوف شو المشكلة طيب دكتور ذكرت أنه هي تمنع مرور الضوء وبهي الحالة يعني بآخر خلال نقول مراحل أنه المريض ما بقى بيشوف يعني بسير تعتيم كامل ولكن قبل ما نصل لهي الحالة نحن أمام أعراض يعني إشارات بتدل أنه اليوم في مشكلة يعني شو أهم الأعراض اللي ممكن ينتبه لها المريض لحتى يراجع الحكيم؟ طيب نقص القدرة البصرية التدريجية عند المريض في العينتين؟ حسب العين اللي متشكل فيها المي البيضة مثلا رؤية زباب طائر بيكون زباب ثابت في المكان لا يتحرك القدرة القوة الانكسارية للعدسة نتيجة تطور المي البيضة تتغير فبيصير المريض ببعض الأوقات حسير فبتطور عنده رؤية النظر القريب أكتر ففي كتير أعراض وعلامات نحن عن طريقة نقدر نكتشف أنه المي البيضة موجودة عند المريض وأنه عم تتطور بشكل تدريجي تمام بما حكينا عن الأسباب والأعراض دكتور خلينا نحكي مباشرة عن رحلة العلاج هل نحن ممكن نبدأ علاجنا بطريقة مبسطة من خلال القطرات العينية أم لا نحن لازم نلجأ مباشرة كمان للجراحة؟ الحقيقة هذا السؤال أنا أتعرض له بالعيادة العينية يوميا بشكل غالب أطرات أو عقاقير معينة لا تكفي لعلاج المي البيضة لأن المي البيضة هي عبارة عن عتمب العدسة الموجودة داخل العين الحل الجزري للمي البيضة هو استقصالها ولكن اتخاذ القرار باستقصال المي البيضة أو الانتظار والمراقبة بيكون حسب القدرة البصرية عند المريض يكون عندي المريض القدرة البصرية عنده 7 من 10 8 من 10 فأنا بطلبه من المريض الانتظار زائد المراقبة لأن القدرة البصرية تعتبر عنده كافية هلأ وقت بتزيد النقص وبيبلش المريض يعني من غباش مزعج فنحن بقى منلجأ بقى للعلاج الجراحي يلي هو استقصال المي البيضة وزرع عدسة صناعية بدلا منه طيب دكتور خلينا بموضوع العلاج وهدول الإجراءات اللي ذكرتهم حضرتك يعني بوقت المروح للقطرات ووائل آخر هيك آخر حل هو الجراحة يعني مثل ما دائما بقول الدكتور آخر حل هو برفة العمليات رحنا لانتزاع الماء البيضة وتركيب حضرتك عدسة صناعية بدلا؟ فيما بعد بتم مراقبة المريض يعني بشكل دوري هل ممكن ترجع مرة تانية هيئة الماء للعين؟ طيب مراقبة المريض بعد العمل الجراحي طبعا هي الطبيعية عند كل المرضى نحنا منراقب المريض بعد عملية استقصال الماء البيضة لمدة بين ثلاثة أسابيع للشهر منراقب الوضع عند المريض الاحتقال الموجود بالعين القدرة البصرية عند المريض في كتير أمور نحنا منراقبها نحنا ما بنترك المريض بعد العملية طبعا هي مثل ملاحظة صغيرة هي العملية بتكون تحت التخدير الموضعي بيكون المريض صحيان ومدة سبعة لعشر دقايق والمريض ما بيحس بأي شكل من أشكال الألم العلم تطور كتير باستقصال الماء البيضة صارت العملية جدا بسيطة طالما يركنا الأد هينة يعني بسيطة ليش اليوم الشخص عم يروح للعماء يعني قبل ليش بتطور حالي عنده صراحة نتيجة عدم تطور الوعي عند الناس لضرورة استقصالها قبل ما تنترك لفترة طويلة في ناس بتكابر وبتتركها لفترة طويلة لأنه مننتظر 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 فبتوصل المي البيضة لدرجة متقدمة كتير فبيخسر القدرة البصرية لكن بيستخدموا الأطراط وكذا منهم لحاله بيفكروا أنه العلاج الطبيعي أنه بيستعمل النظارات ولكن النظارات غير كافية لأنه صار في حجاب موجود داخل العين هذا لابد من سحبه بيتراقبوا المريض ثلاث أسابيع فيما بعد بعدا مننا نحنا في يعني المريض بقى بيصير حر بيقدر يمارس حياته الطبيعية تماما بس نحنا بقى بنطلبه من المريض أنه إذا في حال شعر بأي أعراض أي شكل من أشكال الجعاج بالعين يراجعنا أكيد طيب خلينا نقول كيف عم تكون نسبة نجاحي العملية وفي حال بعد العملية صار فيه مضاعفات أو رجعت ممكن ترجع المي البيضة بعد العملية أم لا خلاص بالنسبة لرجعة المي البيضة المي البيضة ما بترجع نحنا اللي سحبنا ما بيرجع ولكن فيه اختلاط بيصير بعد عملية المي البيضة يلي هو أنه المحفظة يلي حطينا فيه العدسة الصناعية ممكن ترتكس لأنه نحنا عم نحط جسم أجنبي داخل العين فبتشكل فيها غشاء أبيض نحنا منقله هذا السادة الثانوي أو الكتراكت الثانوي فالمريض بيكون بعد العملية مبسوطة كتير وعم يشوف بقدرة بصرية جيدة جدا وبعد فترة بيرجع لعنا بإينا دكتور أنا كنت مبسوط بعد العملية ولكن بعد فترة خفض عندي النظر هذا عبارة عن سادة ثانوي ويعالج بالليزر يعني احنا العام الشعب بيقله المسحة رحنا منقله نحنا ياج ليزر نعم نحنا مسحة ليزر للوجه الخلفي للعدسة من قيم الغيشة الموجود بالمحفظة وبيرجع القدرة البصرية تامة عند المريض طبعا هذا في حال عدم وجود مشاكل جهازية عند المريض مثل السكري مثل ارتفاع الضغط الشرياني وأنا هون بدي أسألك دائما مرض السكر هو من أشياء الأمراضي اللي يعني خلينا نقول بتقتل خلايا الجسم أجهزة الجسم كلها يعني إذا تطورت الحالي عند المريض وكان في مراقبة وديراية وثقافة بمرض السكري دائما يعني أول شي بيقول لك السكري ضرب لي عيوني ضرب لي الشبكية يعني من هاي الأسباب شو أن الأمراض غير السكري ممكن يصاهموا بتشكل المي البيضة بالعين الحقيقة السكري هو من أشهر الأمراض اللي ممكن يأثر على العين بما فيها المي البيضة لأنه بيسرع تطورها أكتر بالإضافة لتأثيره على الشبكية لأنه بيأثر على خلايا الشبكية وعلى ترويت الشبكية فأغلب مرضى السكري بيكونوا غير إذا كانوا ببارحة متقدمة بعد عملية المي البيضة ما بيحصلوا على قدرة بصرية تامية بالنسبة للأمراض التانية مثلا في عنا مشاكل كتير مثلا مثلا مثل الدمور العضلي الميوتونيك ديستروفي بعض المشاكل الجهازية الموجودة بالجسم يلي ممكن تأثر على تطور المي البيضة وتسرع تطورها بشكل أسرع من الحالي الطبيعي وحتى يمكن فيه أشخاص دكتوري بيكون معنا بنقص كل ستم كمان منسمع أنه ممكن تصير معنا هذه المشكلة طيب دكتور خلينا نعرف من حضرتك بعد العملية أكيد بتكون هي فترة حساسة كتير للعين كيف ممكن الواحد يحافظ على صحة العيون بعد العملية ما يفرق عيونه وما يحط نظارات ما بعرف خلينا نعطي تفاصيل أكتر نصائح كيف نحنا نهتم بعد العملية نحنا بعد وقت نجري العملية للمريض من حظ يموت على العين ومنعطيه نحنا تعليمات كاملة مطبوعة لطوعية المريض شو كيف التعامل مع كيف يمارس حياته اليومية بعد العملية فنحنا بيرفع ضي ماضي الساعة السادسة مساء ومنعطيه كورس علاجي من الأطراط بيضل طبعا نحنا بمتابعة دورية بعد بيوم بعد بأسبوع بعد بخمسة عشر يوم منظل نحنا متابعة ومنطلب منه للمريض في أي حال شعور بأي أعراض يتفضل لعنا للمراجعة طبعا نطلب من المريض لبس نظارات شمسية نحنا بلاد دافئة في عنا أشعة شمس جيدة لا بأسة بيها لبس النظارات الشمسية ضروري جدا عدم فرق العيون وخاصة بالأسبوع الأول ونحنا بيكون عنا عدسة صناعية موجودة داخل العين ونحنا في كتير الكتير هام لنأخذ نتيجة مرضية لعند المريض أنه تكون العدسة موجودة ضمن مركز العين بالمركز بالسنتر لا يكون في انحراف بالعدسة لنضمن للمريض قدرة بصرية جيدة عدم فرق العيون عدم التعرض للمي بالفترة الأولى خوف من التهابات سانوية للعين بالنسبة للصلاة نطلب منه للمريض الصلي على القاعد ما يسجد الهدف منه الحفاظ على العدسة داخل العين بمركزه طيب دكتور ذكرنا بعض الأمراض التي ممكن تساهم بوجود هذه الحالة عند الأشخاص وتطورها ولكن هل في بعض الحالات المرضية اليوم تمنعك كطبيب دخول غرفة العمليات وأجراء عملية بسحب المياه البيضاء يعني بعض الحالات طبعا أكيد هذا الكلام لأنه مثلا وقت بيكون أنا عندي مثلا مشاكل بالشبكية نتيجة مريض سكري بحالات متقدمة وتكون الشبكية عنده متضررة إلى درجة كافية فأنا بخبر المريض أنه قبل عملية المياه البيضاء أنه ما رح يكون فيه جدوى من العملية لأنه أنا الشبكية بالأصل عندي متضررة حتى لو قمت أنا المياه البيضاء وحطيت عدسة شفافة بدالا منها وفات الضولة الشبكية باعتبار الشبكية متضررة فلن يأخذ المريض جدوى فهذا الموضوع نحن حسب حالة كل مريض بس بقدر إليك بالمختصر أنه الحالات البراضية الموجودة بالشبكية اللي بتكون بحالات متقدمة هي بتكون مضاد استطباب نسبي لإجراء عمليات المياه البيضاء تمام فلذلك نحن قبل كل عملية ما يبيضة بنطلب من المريض فحوصات فحوصات مثل OCT اللي بيفحص كل طبقات الشبكية كاملة بنعمل توسيع للحضقة فحص للشبكية عندنا بالعيادة الطبية لنتأكد أن الشبكية سليمة لنعرف أنه في جدوى اللي حتكون مرضية للمريض بعد العملية تمام خلينا نجع شوي للأسباب ممكن تكون الأسباب سلوكية يعني نتيجة حدث معينة صار مع الشخص وحتى كمان لما بنحكي الدكتور عن العين لابد أنه نذكر اليوم جهزة التاب والموبايلات اليوم اللي بيعدوا عليها سعاد طويلة للأطفال ممكن هاي التفاصيل اليوم ممكن تسبب المياه البيضاء أما إلى دخل هلأ بصراحة هو رابط مباشر بين هالأمور لتطور المياه البيضاء لا يوجد وغير مسبت علمياً ولكن الجلوس خلف الشاشات لفترات طويلة بتسبب إجهاد العين فممكن تكون يعني محفز لتطور المياه البيضاء ولكن هذا الكلام بعد غير مسبت علمياً بآلية تطور المياه البيضاء طيب خلينا نرجع للأطفال طالما عم نحكي الإجراءات الكبار نحنا طبيان كيف قادرين ندخل غرفة العمليات كيف قادرين نشخص هل اليوم نفس الإجراءات حضرتك بالطبقة على الطفل اللي بيعاني من نفس الحالة أو لا اليوم في فروقات اللي كان بطريقة العلاج أو التشخيص لا طبعاً في فروقات كتير كبيرة بالتعامل بين الكبار وبين الأطفال نعم بالنسبة للأطفال نحنا وقت أنا بشوف مثلاً عنده ساد ولادي فأنا بلجأ أول شيء لتقييم الوضع البصري عند الطفل أول شيء بدي قيم الدرجة الساد الموجودة عنده إذا كان الدرجات خفيفة أنا بكتفي بالمراقبة إذا كان الدرجة الساد شديدة كمان هذا له مقاربة أخرى بهمني كمان أعرف إذا كان الساد الموجود عند الطفل إذا كان وحيد الجانب أو سنائي الجانب إذا كان مثلاً وحيد الجانب أنا بلجأ للعملية بأسرع وقت ممكن ليش دكتور اللي هدف لأنه إذا كان في عنا بعين وحدة ساد والعين الثاني عم تشوف بقدرة بصرية جيدة من خاف أن العين اللي فيها الساد تتطور فيها العين الكسولي اللي بيقولولي الأمبليوبية فأنا بلجأ للعلاج الجراحي بأسرع وقت ممكن هوني ما في داعي للانتظار والمراقبة الهدف أنه أنا فوراً انزع المي البيضاء من العين المتطورة فيها المي الكتراكت لأضمن للشبكية قدرة تحليلية جيدة بشأن أنا ما أخسر النظر بالعين الضعيفة أما إذا كان الساد سنائي الجانب ممكن أنا أعمل يعني أنتظر أكتر فترة زمنية طويلة طبعاً هذا الكلام في عوامل كثيرة بتلعب لأتخاذ القرار ولكن الساد وحيد الجانب الولادي هو مؤشر بالنسبة لي أنا كطبيب للتدخل الجراحي الفوري للحفاظ على العين ومشا ما تتطور فيها العين الكسولة طبعاً دكتور فيه تخوف اليوم كثير من الناس وتساؤليات هل ممكن المية البيضة اليوم تسبب فقدان النظر بشكل كامل للمريض أم لا ما ممكن يصيره شيء ممكن تسبب فقدان النظر بشكل كامل شو السبب دكتور وكيف هم؟ لأنه كل ما بتزيد العتمة أكتر كل ما بيفقد المريض النظر أكتر وبيكون عدم وعي عند المريض أنه أنا زي تركتها أكتر ممكن أنا تطيب لحالة أو أنا بيستعمل أطراط أو بعلاج طبيعي فيه شغلة سيئة كما للمريض وقت بيتركها فترة طويلة المية البيضة بتعمل انتباش بالعدسة وبتعمل ضغط على الزاوية الأمامية الموجودة بالغرفة الأمامية بالعين وبتخفف تصريف الماء داخل العين فممكن تسبب ارتفاع ضغط العين وممكن تسبب المية الزرقة أو اللوكومة كما بيقولوا باللغة الطبية دكتور بدي أسألك عن نقطة هون نشوف أشخاص كبار العمر تحديدا يعني مع سنوات العمر والشيخوخة بلشت تتغير لون العدسة عندهم يعني بيكون لونهم أسود أو بني بنشوفهم باللون الرمادي أو الأزرق شو سبب هذا التغيير؟ هل إلي علاقة بالحالة؟ شو بتغيير لون العين؟ لون العين يعني نتيجة تقدم بالعمر؟ فقط يعني بيكون لون بني بيصير أزرق أو رمادي؟ حسب الحالة بصراحة هلأ في بعض الحالات الالتهابية اللي بتعمل تبدل بلون القزحية القزحية هي عبارة عن جزء من أجزاء العين اللي نحن بنعتمد عليها بكعلامة لتقيم الكتير من الأفات المرضية نحن في عنا مشاكل بالعين كتير غير المية البيضة أكيد التهابات بالعين، التهابات بالطبقة الوعائية المغزلة للعين اللي بيقولون الأوفايتس ممكن تسبب بتغيير لون القزحية لألوان أخرى أو ممكن تكون مكتسبة نتيجة تقدم بالعمر ففي أسباب عديدة نحن من خلال التقييم والاستقصاءات بنقدر نعرف السبب تمام، يمكن في كتير من الصبايا والشباب بيلجاؤوا للقطرات العينية، لطبيض العين بيكون فيها نسبة ميحة من الكورتزون دكتور نسمع أنه بتسبب اليوم هاي المياه البيضة خلينا نوضح صحة هاي المعلومة ونعطي كمان شو الأخطاء الشائعية اللي ممكن يرتكبوها وتصير هاي المشكلة صراحة هذا السؤال كتير حلو لأنه كتير في شباب وصبايا بالأكتر بيستعملوا أطراط لطبيض لون العين بيكون عندهم مناسبة أو مشوار بحبين أنه تكون العين صافية طبعا هاي عبارة عن مقبضات وعائية استعمالها بشكل متكرر بيعمل التهاب ملتحمة سمي وبتعمل نوع شكل من أشكال التعود فأنا غير مؤيد لأستعمال هاي الأطراط على الإطلاق نتيجة آثار الجانبية حتى المريض ويوقف عن استعمالها فبتعمل احتقام بالملتحمة وبياخد فترة طويلة للعين لترجع لوضع الطبيعي فاستعمال هاي الأطراط بتكون تحت استشاري الطبيب ولا فترة محدودة جدا 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 طب العدسات اللاسئة هي خيار من خيارات تصيح النظر غير النظارات نحكي عن البند التجميلة دكتور العدسات الملونة تقصدوك العدسات الملونة أنا مالي من الأطباء المؤيدين لأستعمالها بشكل دائم يعني ممكن إذا الصبية عندها سهرة أو مشوار ممكن أنا قبلها يعني بمشوار ساعة ساعتين بس أكتر شي بوصيها للصبية أنه ما تنام بالعدسات وهي الحالي شائعة بالعياد العينية وكتير في صبايا يناموا يناموا بالعدسات وأنا شفت كتير حالات لالتهابات قرنية حالات سيئة متطورة نتيجة نوم بالعدسات اللاسئة فالنوم بالعدسات اللاسئة غير صحيح ولا بشكل من الأشكال ممكن تستعملها لفترة معينة وبعدها منها ترجع للنظارات لأنه أوقات فيها تكون عدسات ملونة وطبية بنفس الوقت أكيد بالختام معلومات طبية جدا مهمة بنتشكرك كتير ونتشكر وجودك كنت معنا الدكتور أيها من ويلاتي استشاري بأمراض العين وجيراحت أهله وسلم شكرا لكم شكرا حكيم لتواجدك اليوم وإن شاء الله بالصحة والسلامة للجميع وظل بصحتكم وسلامة عينكم يوم نصائح جدا مهمة مع الدكتور شاء الله تكونوا استفدتم منها